أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحفظ الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تفهم وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا مقديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأغذتهم الصحقة بدهمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا قوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم لآيات الله وقتلهم الأمياء بغير حق وقالوا لهم قلوبنا غلق بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مرهم روتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرهم رسلا لله وما قتلوه وما صلفوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا به لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع غل وما قتلوه يقينا برق الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدرهم عنه وأكلهم عنه والناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤتون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والله والله والآخر سنفتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إليك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبت وحيسى وأيوب ويونس وهارو سليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصدهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وممدرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طيقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله هناك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تقول في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهو خيرا لكم إنما الله له واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستهنك فالمسيح أن يكون عبدا لله من البلائكة المقربون ومن يستهنك فعن عبادته ويستكبرون ويستكبر فسيحشرهم إليهم جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من خضره وأما الذين استهنك فوا واستكبروا فيعذبهم عذابا وهم أليم عذابا أليما ولا يجدون لهم من ذور الله وليا ولا نصرا إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعتصوا به فسيدخلهم في رحمتهم منه فضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتون قل الله يبتيكم في الكلال أهدنين ورؤون حلك ليس له ولد وله أخت فلا عن نشر ما درك وهو يرفع إلا من كلها ولد فإن كانت أسنتين فلهم الثلثان فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ولساء فذلث فلذ كلمة محظ الأم سعين يا بني يا بني الله يا بني الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالقعود وحلت لكم فهيمة أن عمل الله ما يتنع لكم غير يحل الصيد وأنتم فهم إن الله يحكم بيا يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ونشار الحرام الهدي والقناء ذولاء من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولدوانا وإذا حلاتوا بصطاظوا ولا يجرم أنكم شرآن وقامل أنوا صدقوا مع المسجد الحرام يمتعتوا وتعاونوا على البذي واتقى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد عقام حرمت عليكم المجد والدم ولحم الخنزير وما أولى لغير الله والمنخنفة والمرقودة والمتردية والنطيحة وماك لا سرع إلا مذكة ومادوا بها على النصب وأن تستقدموا أن تستقدموا أن تستقسموا بالأزلام ذلك في اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوكم واخشون اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينة فمن إذ تر غير محسرات فمن إذ تر فمن إذ تر في مخمصة غير وفد متجاوم من ابنيين مثل من ابن وعفدك الله إن الله غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ما هذا أحل لهم قل أحل لكم الضيمة وما علمتكم وما علمتم من الجوارئ المقلبتي مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وادكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا جاء آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أفدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملهنهن في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آموا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالتكروا وإن كنتم مرضاء على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أمغط يمموا شعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهرة وليطم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشترون لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقوا الذين واذقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أهو الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالمصد ولا يجرمن لكم شرآل قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمدون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جحيم يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ هم قاموا أن يبشطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد قد الله ميثاق من إسرائيل وبعدنا منهم اثني عشر نقيرا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتدوا الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات الجر من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منهم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضيهم متاغا لعناهم وجعلنا قلوب قاسية يحرفون الكلمة عم وجعه ونسوه حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفى عنهم واسفحوا إن الله يحب المرسلين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنسوه حظا مما ذكروا به فأغرينا بعنهم العداوة والبغضاء إلى يوم الكيمة وسوف ينفيهم الله بما كانوا يصدرون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما أنتم طفون من الكتاب ويعفوه عن كثيرا قد جاءكم لله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام ويحفرجوهم من الدلمات إلى النور إلى النور بيذ ويديهم إلى شراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله منذ السماوات وقدما بينهما يخلق ما نشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباء قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغدر لمن يشاء ويعدل من يشاء ولله منذ السماوات ولدهما بينهما وإليه المصير يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فرطرة على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذير فقد جاءكم بشر ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ليجعل فيكم أمبياء وجعل لكم مركا وآتاكم ما لم يبتح دم من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يطافون نعم الله عليهم اذكروا عليهم البابا فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتركلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دمون فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاطرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرب عليهم أربعين سنة يأتيهم في الأرض فلا تأسى على القوم المنفاسقين واتنوا عليهم نبأ لابنان بأبني آدم بالحق إذ قربا قربانهم فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخرة قال لا أقتل قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي لدك لتقتلني إلي يدك لتقتلني ما أهل بباصتي يدي إليك لأقتلك إني أقاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذمي وإذعك فتكون من أصحاب النار لا وذلك جزاء ظالمين فتوطعت له نفسه قتل أخيه فاقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون أن أكون مثل هذا الغراب فأوارئ سوء تأخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتوا رسولنا بالبيناد ثم إنا كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشركون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلم أو تقطع أيديه أرجلهم من خلاف أو ينفعون من الأرض ذلك لهم خذي في الدنيا ولهم بالآفة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أموا تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين منتقوا الله وابتروا إليه المصيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون إن الذين كبروا لو أن لهما في الأرض جميعا ومدهوا معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار ومأواهم بخارجين منها ولهم عذاب نكيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملغ السماوات وقد يعد من يشاء يقبل من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمننا بأخوههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوكم يحرفون 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 الكلمة من بعد مواتعه يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن ترم فلن تملك له من الله شيئا وأنا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزوا ولهم في الأذب للآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكدون للسحب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يطهرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحكم المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الثورات فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل الطورة فيها هدو ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحمر بما بما استقفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشترون بآيات ثمنا قليلا ومن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هون هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح العقصاص فمن صدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وققينا على آثارهم بعين سبل مر مصدق لما بين يديهم للتورا وآتيناهم إنجيل فيه هدى ونورا ومصدق لما بين يديهم للتورا وهدى وموعدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ولم يحكم بما ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء عما جاء من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة وحيط ولكن يبلوكم فيما آتكم فاستفقوا الخيرات إلى الله مرضعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وألعكم بينهم بما أمزل الله ولتتبع أهواء وحضرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفعكم الجاهلية يغرون ومن أحسن من الله عكم لطوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَرُوا لَا تَخْدْلِهُونَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْهِرِ الْقَوْمَ الظَّالِبِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قْلِبِ مَرْضٍ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَحُولُونَ نَخْشَا نَخْشَا أَنْ تُسِيبَ لَا دَائِرَةً فَعَسَ اللَّهُ وَأَنْ يَأْتَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَوْ أَمِرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسضوا في أرزهم لدمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهدنا جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاشرين يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمُنُوا مَنْ يَرْضَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَسَوْ فَيَأْتِ اللَّهُمُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُقْرِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٌ ذَلِكَ فَدْمُ اللَّهِ يُؤْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ والذين آمنوا الذين إنما وليكم من يشاء الله وازع عليم إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا الذين يحبون الصلاة ويأطون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا فإن عزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْضِي الَّذِينَ اتَّخْضُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا من الذين أوتوا الكذاب من قبلكم والكفار ولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا من الكتاب هل تنتقمون منا إلا أن آمننا بالله ما أنزل لينا وما أنزل من قبل وأنا أكثرهم لا وأنا أكثركم فاسقون هل قل هل أنبهكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقناز وعبد الطاهوط أولئك شغم كانه أضل عن سواء سبيل وإذا جاءوكم قالوا أمن وقد دخلوا بالبكر وهم قاد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبوا ويكتمون وترى كثير منهم يسارعون في الإثم والعدن وأكلهم السحب لإن لإستمت لإن لبئس ما كانوا يعملون وقالت اليهود يد الله مهلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل ليك لربك تضيئا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أكفأها الله ويسعون في الأرض سافسادا والله لا يحب المرسدين ولو أن أهل الاختاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جلات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم من أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما فما بلغت وإن لم تفعل فما بلغت بلغت رئى رسالاته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدل قوم الكافرين قل يا أن الكذاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورة والإنجل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والمنصار ومن آمن بالله ولهم لكنه وعمل صالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسل مينيهم رسلا كلما جاءوا رسول بما لا تقوى أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون وعزئوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قولوا إن الله ثالث خلث وما من إله إلا إله واحد وإن لم يأنتهوا عما يقولون ليمسل الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول ودخلت من قبله رسول وأمه صديق كانا يأكلان الطاعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أنا يكفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يعلك لهم ضر ولا نفع والله هو السمع والعليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوه أهواء من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كبروا من بني إسرائيل على لسان ذاود وعيسى بن مريم ذلك بما عصر وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنهم كريم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذي لكبر لبئس ما قدمت لهم أنسهم أنسخ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل لهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا آمنوا اليهود والذين شرطوا ولا تجدن أقربن مودة للذين آمنوا مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قصيصين والرغبان وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم آمنوا